نحو الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي في مملكتنا الغالية وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نظم معهد الإدارة العامة بيبا بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ورشة عمل المنهجية الموحدة لتحديد الأحتياجات التدريبية للوكلاء والوكلاء المساعدين بهدف وضع استراتيجية تدريبية موحدة للقطاع الحكومي إيمانا منهما بأن الجهات الحكومية تحمل على عاتقها اليوم مسؤولية تحقيق تطلعات المواطنين عبر رفع كفاءة الأداء الحكومي وذلك من خلال تلبية جميع الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزرات والجهات الحكومية والتي تصب مباشرة في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن نظم معهد الإدارة العامة بيبا بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ورشة عمل المنهجية الموحدة لتحديد الاحتياجات التدريبية للوكلاء والوكلاء المساعدين تأتي هذه الورشة اليوم الحقيقة في وقت مهم جدا نعيش في البحرين في ظل ترشيد الإنفاق أو سياسات ترشيد الإنفاق والحقيقة أن تحديد الاحتياج التدريبي لموظفي الحكومة هو حاجة أساسية لعمليات التدريب وعلى الضوءة ننطلق إلى تجويد عملية التدريب ومعرفة الاحتياج الفعلي لكل مؤسسة ولكل قسم ولكل موظف الحقيقة في عملية التدريب تهدف الورشة إلى الارتقاء بالتفكير الاستراتيجي لدى القيادات الحكومية ليتم رسم خطط التدريب الحكومية بما يلب الاحتياجات التدريبية الفعلية لموظفي القطاع العام بحيث يستفيد كل موظف حكومي من البرامج التدريبية بصورة صحيحة وفعالة بما يسهم في الارتقاء بالعنصر البشري في ظل سياسة ترشيد الإنفاق الفكرة الأساسية من هذه الورشة أننا نضع منهجية موحدة لجميع الجهات الحكومية لتحديد احتجاجات التدريبية نحن في هذه المرحلة نفكر من رفع مستوى الأداء المؤسسي للجهات الحكومية المختلفة هذه أحد أهم المبادرات في ديوان الخدمة المدنية على أساس أني أنا أصل إلى هذا الهدف لابد أيضا من أني أرفع من مستوى أداء موظفيني كيف أنا أرفع من مستوى أداء موظفيني وأنا لا أعلم شين هي احتياجاتهم الفعلية وشين هي أولويات فجاءت هذه الورشة التي تجيب على هذا التساءل أنا أعتقد أنه يمكن أن أهم الأهداف التي تكون موجودة فيها توحيد الرؤية للمسؤولين في كيفية وضع هذه الاحتياجات وكذلك ترتيب الأهمية أو ترتيب هذه الاحتياجات في وضعنا الحالي وطبعا بالنسبة حق الميزانية والحالة الاقتصادية حاليا في العالم ككل أنا أعتقد جدا مهم أن نحن نرتب أولوياتنا وهذه الجلسة أعتقد أنها تتيح الفرصة لجميع المسؤولين في وزارات الدولة وهيئاتها بأنهم يضعون في اعتبارهم الأهمية في ما يمكن تحقيقه من هذه التدريبات التي تقع أو التي ممكن أن نخطط لها لموظفينا ويعتبر معهد الإدارة العامة بيبا تحديد الاحتياجات التدريبية الفعلية من أساسيات تصميم برامج المعهد في ظل ما تتطلبه المرحلة القادمة من ترشيد للإنفاق مع منح الموظف الحكومي تدريبا حكوميا يتماشى مع احتياجاته الفعلية ويصب مباشرة في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي في مملكتنا الغالية ترجمة نانسي قنقر